مع زيادة التحشيد الامريكي على الحدود العراقية السورية والتحركات العسكرية في قاعدة عين الاسد في الانبار تثار التساؤلات وتكثر التكهنات حول طبيعة هذا الحراك العسكري وأسبابه وانعكاسه على الواقع السياسي والامني في العراق ورغم تأكيد مسؤولين امريكيين ان الحراك العسكري لا علاقة له بالوضع الداخلي في العراق الا انه شكل فرصة استثمار سياسي للأحزاب والميليشيات التي استغلته لتعيد رفع شعارات المقاومة والوقوف ضد الوجود الامريكي كما هي عادتها قبل كل انتخابات او حراك سياسي بهدف التأثير على الشعب وصرف الانظار عن الفشل الحكومي الى عالم الممانعة القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودا ذكر ان حكومة السودان بحسب وصفه امتعضت من الحراك الامريكي ونبهت على ضرورة الحفاظ على ما سماها بالسيادة والاستقلالية وما الى ذلك من لوازم مفهوم الدولة التي يفتقدها العراق منذ عشرين عاما بينما منذ بضعة اسابيع كان السودان يؤكد على حاجة العراق لوجود امريكي لاجل غير مسمى بذريعة تدريب القوات الحكومية والتصدي لتنظيم داعش ويبدو ان موقف الميليشيات من الوجود الامريكي متعلق بشكل اساس بحصتها من المشهد السياسي ففي زمن حكومة الكاظمي كان لا يمر يوم الا وتستهدف السفارة الامريكية ببغداد بينما هذه الضربات غابت تماما عندما جاءت حكومة السوداني وحينما لم تجد الميليشيات تبريرا لهذا التحول لجأت الى الادعاء بان السفارة الامريكية كانت ثكنة عسكرية في زمن الكاظمي بينما هي حاليا موقع دبلوماسي لا اكثر اذا استهدفت السفارة يوم ما فلانه نظروا الها يوم ما نظروا الها كونها ثكنة عسكرية اما الوضع الدبلوماسي او الوضع السياسي لا يصح استهدار الحراك العسكري الامريكي على الحدود العراقية السورية يأتي في سياق السياسة الامريكية في الشرق الاوسط وهذه السياسة وان تقاطعت في بعض الملفات مع ايران الا انها تتوافق مع المخطط العام في ابقاء العراق في حالة فوضى وترهل سياسي تكون الميليشيات هي اكبر المستفيدين منه